سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط نوصل معا تقديم دروس الكتاب المدرسي لغة فرنسية اليوم تبعوا معايا صفحة رقم 36 نبدأ قراءة النص كدفريون نو مانجر و بوار ماذا يجب علينا أن نأكل وماذا يجب علينا أن نشرب كم تولي أتر همان نو سم عبليجي دمانجر و بوار قتدينما ماذا يجب علينا أن نأكل وماذا يجب علينا أن نشرب أو يجب علينا بالضبط voilà la consommation دمانجر وطفحة رقم 6 الأنجر وطفحة رقم 5 الأنجر وطفحة رقم 6 الأنجر ورقم 5 كمية صغيرة من البروتينات الموجودة في الجبن أو اللحم يعني مثلا تكمل الوجبة كونسومي في فابل كونتتة الغرس والسكر سان الزليمان اوتيل يعني نستهلك بكمية ضعيفة أو بكمية قليلة الدهون والسكريات حتى تكون مفيدة للجسم يعني نستهلكها بكمية قليلة نأخذ فقط حاجة الجسم لقد نستهلك بجميع الأرض ومن تتعلم البيعيزة يعني المياه مفيدة جدن لحظائنا يعني الحظائنا بحاجة للماء حتى تؤدي وظيفتها بشكل جيد يومين نسل وارد الواء كله نحن نشروع الحمانية نستعرض في القديم و التعبير العفور لإعونا كما الواء هذا شيء ، يجب إلينا نشربه contenant de l'eau tel que des fruits, des légumes et de la soupe لهذا يجب علينا النشربة ونأكل المواد التي تحتوي على المياه مثل الفواكه الخضر وكذلك السوپ الشرب أو حساء الحساء en général لويز سبيلت بوري tout savoir sur tout هذا paragon 2008 هذا هو مصدر هذا النص نتمنى تكونوا فهمتوا النص هذا النص en général يتحدث على احتياجات الجسم يعني بالصفة عامة وش هو الشي اللي لازم علينا ناكله وشي اللي لازم علينا نشربه حكا باش نحافظوا على الصحة الجيدة للجسم يعني الشرح راه هو واضح طلب منكم فقط القليل من الانتباه والتركيز من وتكمل حتى اللعنة ديزاليمن اوتيل هادي هي الفقرة اللي راهنا نتحط عليها في السؤال الاول يعني لاحظوا معي اللعنة ديكاتيجوري اللي تحدث عليهم اللعنة في هاد الفقرة هي اللي فاكولان اللي فاكولان اللي شويات بات ري أو بان كذلك اللي فروي وليل اللي لجوم تحدثنا كذلك على اللي بروتيين في هال الفرماج أو ل ل ل ل كذلك تحدثنا عن itan اللي جریس ول هذا في مريخ سؤال الأول سؤال تاني كال صان لزاليمن كاللو كاللن �انس ام وخصيح اللي ببها يعني ما اللي ل اللتي نتناول يعني بشكل أساسي في كل وجبة الأخذية اللي لازم علينا نأكلوهم كل شك ربا هي البروتينت les protéines les fruits les légumes et les féculents voilà الاجابة سكون كالاتي ديّعوني 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 و ديّعوني و ديّعوني ما هذا هو ما يحوض سؤال الثاني هل فاYE الأخذية اتمنى اخذية يعني في الفقرة الثانية هذا هي الفقرة الثانية يعني الماء هي مفيدة جدا لأعضاء الجسم اشرح لماذا نضيف ميز جدا هو ننشاء الجر 죄ز يفعلون في القليل، وعلي مخلص بعد الزون مي هاديه الاجابة اللو نوزي بنيفك كار نوتر اوغانيزم انا بزوان بو فنكسوني كوريكتما هاديه الاجابة الثالثة سمنا لكم تشوف فيها فردون الاجابة تبدأ من هنا من هنا من اللو نوزي بنيفك وحسنا خلصوها اللي هنا كوريكتما هذا فيما يخص السؤال الثالث هيا الاجابة ل��تف Gods مهي Find l τους للم ده فلا نحن نحن علا للفدن والذن وذيوب هنا اكمن عليه وذيوب السياس والذن هي الزاليمون التي تحتوي على المياه هذا فيما يخص الإجابة رقم أربعة يعني كالعادة سنخلي لكم الإجابات مكتوبة حتى تقرأوا الأسئلة وتفهموا الشرح وتلقوا الإجابات مكتوبة سنجد المعلومة ترصخ أكثر هذا هو الوبيت التاعي كملوا معي اللهم أتأثور تم ترجمة كلمة وهجب التحقيق يجب الوبيت التحقيق يجب دائم ملتك المعنومة على فكرة فيما كلمة خارجية وصف كلمة كلمة يعني كلمة كلمة الإنسان يغتسل جيدا يأكل أو يتغذى بغذاء غني ومختلف أو متنوع يعني النوعه في الأغذية وكذلك الشرب يعني المنتظم للمياه يعني نشربه بصفة منتظمة هذا فيما يخص فهم هذا النص وكذلك تحليل الأسئلة سنكمل في الصفحة الموالية يعني استخرج من النص أمثلة عن البروتينات والنشويات نمثلة عن النشويات الموجودة في النص نمثلة عن النص وكذلك تحليل الأسئلة عن النشويات الموجودة في النص قصوة نمثلة عن النص نحن أعطينا لدينا نصفحة وهنا سكر وهنا المطلوب منك أن تكمل الأمثلة نحن نصفحة لدينا مثلا نصفحة يعني يكون أحسن السكر عندنا السكرية السوداء اللي هي مشروبات الغازية عندنا الجو اللي هي العصائر الجاتو الحلويات الباق شوكولاتي يعني الشوكولات وعلى 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 هذا هو الأمثلة اللي أعطت لكم أنا بعد ما كاش مشكول يعني أخليكم الإجابات مكتوبة كي العادة بشترجعوا لها دعنيرما جنبارل أفك مي كامارات voilà يعني هذا هو يعني إنه إنه إجرسيس يندر في القسم مع زمالائك رحن شرحلكم السؤال حولو تحلوه ويعني مكاش مشكول يعني حنخليلكم كذلك الإجابة مكتوبة تعب voilà tu as compris que bien se laver et bien se nourrir est essentiel explique pourquoi une alimentation saine et équilibre et aussi important voilà يعني من خلال دورة سابقة فهمنا باللي أنه الإغتسال الجيد والأكل كذلك الجيد هو شيء مهم يشرح لماذا التغذية الصحية والمتوازنة هي كذلك مهمة للإنسان voilà في هذه الفقرة رايحين يعني نترقو للدروس اللي درسناها من قبل يعني تعال نشرحو فيها أهمية التغذية الصحية والمتوازنة بالنسبة للإنسان يعني رايحين تكسبوا فقرة قصيرة تعرفوا فيها بالأغذية المهمة للجسم الإنسان كما قلنا في النصص السابقة يعني وراحين تستعملوا أسلوبكم الخاص هذا فيما يخص هذا السؤال نتمنى تكونوا فهمتوه وحاولوا فيه وانا هنخلي لكم يعني بترجعوا ليه وقرنوه بالنسبة اللي رايحين تكسبوه انتوما هذا هو الوبيت تعينا باش يعني تفهموا ملاح بهذا نكونوا أعزائي التلاميذ وصلنا لنهاية درس اليوم نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة